السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلم بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الاغنام من الالف الالياء في حالة تانية في الاسال عندنا هنا بس في الامهات اهي بقينة ايه طبعا بس ما شاء الله في الاكل تمام طبعا الاسال ايه سببه لازم انت تكون عارف الاسال ايه سببه انت قادرة من الدكتور اللي هيجي لك طالما انت عارف عملت ايه وغيرت ايه انا العلفة ضفت عليها الصوية عشان اعاوز العلفة بروتينها هيعلى عشان فاضل شهر على العيد عشان النعاج تطلع عيالها بسرعة وازا كان في يوم حاجة تطلع لحمة تطلع لحمة على العيد في الامهات والخلفة تطلع انية طيب يعني عارف الاسال ده السببه الصوية تغيري العلف فاتديه تعتبر لكمة بس لكمة خفية في النعجة ما شاء الله بتاكل زي ما انت شايف وما شاء الله شايتها في الاكل تبارك الله عليها اليسال بتاعها اهو ده اليسال بتاعها ده من العلف هنعمل لها ايه طبعا السلفة ديميدين اللي ذكرناها في الفيديو اللي هو في المواليد بنستخدمها في المواليد مكتوب فيها لا تستخدم مع الامهات المرضى يعني الامهات اللي بترضع ما يستخدمش معها السلفة ديميدين كده كده انا عارف ان دية مش نازلة معاوية عموما في الاغنام الكبيرة لما تكون الاسهال بسبب نازلة معاوية الغنم بتركنه وما بتاكلش نازلة معاوية يعني ايه يعني مايكروب يعني مايكروب يعني محتاج مضاد حيوي النعجة بتعمل ايه في الغنم الكبيرة ما بتاكلش بتقطع اكل لما يكون الاسهال بسبب مايكروب معاوي لاخد النعجة ما شاء الله بتاكل زي ما انت شافوا تمام تمام بس ايه اللي حصل ده بسبب اللاكمة البروتين عالي حموضة عالية في الكرش سببت اللاسال يعني اللاسال بسبب الحموضة بسبب لاكمة بس اللاكمة خفيفة زي ما انت شافوا لو لاكمة جديدة بردك مش هتاكل بس اللاكمة خفيفة طيب لان هي متعودة على العلف بس حصل ترير بسيط في العلف اليومين دول هنديها ايه هنديها ميكو جيل دواء بشري اسمه ميكو جيل شرابه ترجي الازازة كويس قبل ما تديها ده خفيفة حموضة وفيه بنج لو حصل التهابات معاوية بسبب الحموضة العالية في الكرش هتديها كم سنطي هنديها شايفها بتسهلة هي اللgets اللبين انا هو شايفough الل contracts هنديها ايه هنديها توانطي في البق هنديها تلاتين سانطي العبوة مية وثمانين سانطي بام مية وثمانين سانطي ب 12 جنيه دواء بشري هو طبعا مية وثمانين سانطي العبوة ب 12 جنيه يعني سعرها رخيص دي هي تاخد 30 سانطي المفروض اخر النهار ان شاء الله هتبان النتيجة بتاعته او مش هلقول اخر نهار خليها تاني يوم بالزيادة يعني خلال 24 ساعة هنعمل لك فيديو تاني ان شاء الله بعد 24 ساعة الوقت هنجرعها نظر انا موريكم التجريع بس عشان انا مش هنعرف نعلق الموبايل دلوقتي التجريع انتوا عارفينه وره لكم كذا مرة بس الوقت هننهي الفيديو وهنجرعها نديها اللي هو التلاتين سنطي في البق وبعد كده هتبان بكرا ان شاء الله هنعملكم فيديو نتيجة اللي هو العلاق طبعا لان الفيديوهن دوله وراء بعض اللي هي اللي هناك دي الحلية اهي اللي كان عندها اسهال اهي اهي لسه ده الفيديو ده وراء الفيديو ده الفيديوهن لسه منزلوش بس هو ده هينزل التاني بعد الفيديو اللي هو السلفة ديمدين في الاغنام الصويرة فالفيديو ان شاء الله بكرا هنمرك نتيجة الحلية دي السلفة ديمدين وهنوريك نتيجة الميكوجيل في النعجة دي نتظر الفيديو بكرا ان شاء الله ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جدا مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته